ما تقول لي بنادي برعي الغوم ولا بنادي تت الفلات قال لك ما يملكون من قطمير وبعدين قال لك ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والمشكلة الكبيرة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ظلمات في عبد غير الله يدخل جهنم صاغرا خالدا مخلدا فيها أبدا لأباد ما يخرج من جهنم لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى إن الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما انخلغ السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ألا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض كرارا وجعل خلالها أنهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشِرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا وَالْسَّمَاءَ بِنَاءً الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا فَالِقِ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا في ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سبحانه وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه جل وعلا الكبير المتعال ما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وبارك وأنعم أما بعد عباد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فحقه سبحانه علينا نحن العباد أن نعبده جل وعلا لأنه هو الخالق والخالق هو الذي يُعبد لذلك العلم بن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر الآيات في أول صورة البغرة في أول أمرٍ في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ابن كثير قال والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة البيخلق يُعبد والما بيخلق ما بيُعبد لذلك قال تبارك وتعالى وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَةِ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفَ الْأَنْوَانُهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا أَمْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقْ؟ كَمَنْ لَا يَخْلُقْ؟ أَلْبِيخْلُقَ الْأَشْيَادِ كُلَّةِ أَلِّي خَلَقَ السَّمَا فوقْنَا؟ أَلَمْ تَرَوْ؟ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فوقْبَعْدٍ خَلَقِنَا اللَّهُ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ السِّرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًا الخلق دي كله يستحق أن يُعْبَد شكد ربنا قال أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لو قعدت تحسب في الفوائد من النعمة الوحدة من نعم الله مبتح صيّة وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يخلقون شيئا ربنا قال لك البي يدعوهم ديال كله لو كانوا من الأصنام الزمان والآلهة والأنداد ولا من الفقر والأولياء والصالحين البتاعين يوم الليلة كلهم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون هم زاتهم خلقهم الله ما خلقوا رقبة براهم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ما خلقوا حاجة قال تبارك وتعالى في صورة فاتر قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله السؤال ده وجه للناس الزمان الناس العبد واللات والعز ومنات الثالثة الأخرى ونحن بنوجه نفس السؤال ده للناس اللي بعبد في القبور الليلة والبيعبد في الصالحين والما صالحين الناس بعبد في الصالحين وما صالحين ذاتهم نوجه لهم نفس السؤال قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض الأرض كلها خلقوا في أشنه أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ولا كمان خلقوا حاجة في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينتهم منه بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا نفس السؤال في صورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله الناس اللي بتدعوهم الليلة يا شيخنا حسن ويا شيخنا منو والبيعنده فيما الجماعة أروني ماذا خلقوا من الأرض خلقوا شرك في الواتضي كلها أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ربنا تبارك وتعالى يقول في صورة فاطر يولج الليل في النهار ده ربنا بدخل الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك عند الملك ده كله ملك السماء وملك الأرض كله عند الله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أي بشر كائنا من كان والذين تدعون من دونه ما يملكون من كطمير قال لك اللفافة الحوالينا التمر ديك ما فيا فائدة ذاته الله قال لك ما عندهم ما تقول لي بنادي برعي الغوم ولا بنادي تت الفلات قال لك ما يملكون من كطمير وبعدين قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم والمشكلة الكبيرة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنتم الخلق ديال فقراء لأله ما ليزول يا أخي ربنا ما جعلنا فقراء ليزول ربنا ما جعلنا محتاجين ليزول أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلقٍ جديد وما ذلك على الله بعزيز لذلك عباد الله حق الله على العباد أن يعبدوه ويعبدوه لأنه هو الخالق هو الخالق والخالق هو المستحق للعبادة الخالق يجب أن يعبد والناس في الأرض ما أخلقوا مع الله حاجة يتحدى المولى جل وعلا في آخر صورة الحج يتحدى المولى تبارك وتعالى جميع العباد يا أيها الناس ضرب مثلٌ فاستمعوا له ضرب مثلٌ فاستمعوا له إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُغُوا الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلَابُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ غَدْرِهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُولًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ شانكده عباد الله حق الله عليك انتك عبد الضعيف مسكين تعبد تعبد لوحده ما تشرك معه أحد فلا تجعل لله أندادا يعني لمن تدعو الله انت عبدت الله ولمن تدعو الشيخ الكباشي معنى عبدت الشيخ الكباشي وده مبجوز قال تعالى في سورة النحل قال جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات دي لأ الله السماوات دي حقّة الله وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبها أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله الصحة والعافية من الله الرزق من الله العمر من الله النجاح من الله كل شيء من الله وما بكم من نعمة فمن الله الأولياء ما عندهم حاجة مع الله الصالحين ما عندهم مع الله أي حاجة وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون لما تحصل لك مشكلة بتلجأ لأ الله وديل المشركين الزمان أكانوا بيلجأوا لأ الله أخير من ناسنا الليلة في الشدايد ما بيلجأوا لأ الله يمشوا يلجأوا للشيوخ في ناس مشركين زمان أخير من كثير من الناس الليلة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال على المشركين قال وإذا مسكم الضر في البحر ظل ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرغكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا المشرك الزمان ناس أبو لهب اللي خشوا جهنم وأبو جهل أكانوا أحسن من كثير من الناس الليلة في الشدائد بيدعو الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ناسنا الليلة دي في الشدائد أزول البدن نادي الله يقعد نادي في حسن وينادي في منوء وينادي في منوء بيقول كلهم عبيد لله عز وجل عبيد لله مربوبون لله تحت غهر الله جل وعلا ما لهم من الأمر شيء قال سبحانه في صورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي زول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه كل أحد الله قال فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل لما تقعد تنادي فيه الله قال لك ما بيملك كشف الضر عنك ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورها قال ما عندهم حاجة مع الله قبب مبنية يا هدي بيجاي قبب بيجاي وقبب هنا خلقوا مع الله شو قاعدين يرزقوا العبادهم قاعدين يحيوا الموتهم قاعدين ينفعونهم أبدا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين أي سورة العراف إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ليهما عبد زي زي ما أو بكر الصديق عبد لله وعمر بن الخطاب عبد لله وعثمان بن عفان عبد لله وعلي بن أبي طالب عبد لله رضي الله عنهم جميعا كذلك البرع عبد لله والصايمديم عبد لله والحسن واتحسون عبد لله ما خلقوا مع الله حاجة للصحابة خلقوا مع الله حاجة ولا ديل خلقوا مع الله حاجة كلهم عبد لله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آيون يصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون دي العبيد لا الله ما عندهم حاجة عشان كده الخالق يجب أن يعبد هذا جواب الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال حق الله على العباد أن يعبدوه وربنا يستحق العبادة لأنه خلق لنا كل شيء الله الذي جعل لكم الأرض قرارا أرض مستقرة لسوى الله ما سوى أي أحد تاني جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم انتو وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات جاب لكم الأرزاج فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصببنا الماء أصب من السماء ثم شغغنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة الحبوب بأنواعه وعينبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أكل الحيوانات كمان متاعا لكم ولأنعامكم الرزق ده جابه الله عشان كده البي يرزق يعبد والبي يخلق يعبد فحق الله على العباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والإنسان لو عبد غير الله يندم يوم القيامة والناس اللي تبت دافع عنهم الليلة ده والبتعبدون أصحاب القباب والأضرحة اللي جعلتهم شركة لأله حتتبرى منهم بعدين يوم القيامة حتتبرى منهم لأنه الله ما قال لك أعبدهم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين يجوا يعترفوا يوم القيامة الناس اللي بدافع عن أصحاب القباب والأضرحة وبيعبدون مع الله قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين ليه؟ كلموا مع شيخهم قالوا إذ نسويكم برب العالمين سويناكم مع الله الزلال يقول يا الله ويا واتحسون اللي اتنين ينادي الله وينادي الشيخ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قالوا ما في ظلبي يشفع علينا ما في ظلبي يقذنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين دارين يرجعوا الدنيا تاني وما في طريقة ظلمات بيعبد غير الله يدخل جهنم صاغرا خالدا مخلدا فيها أبدا لا أبدا ما يخرج من جهنم لأنه عبد غير الله سبحانه وتعالى وجماعة تبروا يتبرؤ منه وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم أول ما يجي يوم القيامة ويشوفوا جهنم قدامهم أكام بيعبدوا في الشيوخ في الدنيا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخففوا عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاهم قالوا ربنا قالوا ربنا أول ما يجي يشوفوا الشركة بتاعنهم قدامهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك بيقول لا دا كابونا الشيخ ياهو ذاته دا الكم بندعوه ما بندعو الله ندعو شيخنا أو بندعو الله شيخنا لتنم مع بعض هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول يعني ردوا عليهم إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون عباد الله حق الله على العباد دا حق الله ما تقول لا يتكلمت فيه شيخنا ولا جبت سيرة شيخنا شيخك ما يعبد مع الله شيخك مع الله ما عنده حق يعبد وأنا ما أسئت لزول ولا شتمت زول لكن قلت لك ما يعبد مع الله رسول الله أكرم زول أكرم زول عليه الصلاة والسلام ما بيعبد مع الله عمر بن الخطاب وبكر الصديق قباله صحابها جلا ما بيعبدوا مع الله دي ما يهانة لهم ولا شتيمة لهم ما تعبدهم تعبد الله براوة الواحدة الأحد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله دي من من الله وفضل من الله إن ما يعذب كل من لم يشرك به شيئا ومن لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور اللهم خيجنا من الظلمات إلى النور وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وقوم إلى الصلاة ارحمكم الله